يبدو أن ملف الانتخابات الرئاسية دخل نفقاً جديداً في مقاربة ما يعرف بالمعارضة والتي القسم الأكبر منها حمل اسم النائب ميشال معوض كمرشح رئاسي على مدى الجلسات السابقة إذ بات كلام التخلي عن معوض والبحث عن اسم آخر يتوافق عليه هؤلاء محور لقاءات معروفة وغير معروفة واتصالات على أكثر من صعيد لا تنفي أوصات التغييريين والمعارضين الرافضين لاسم سليمان فرنجية أنها بدأت برص صفوفها أولاً للإبقاء على الرافض وثانياً لإيجاد بديل عن معوض يمكن أن يجمع الجميع تحت اسمه فهناك ممن لا يريد فرنجية لا يريد معوض أيضاً وهذه معضلة يجب أن تحسم سريعاً لتشكيل قوة واحدة تخوض الانتخابات الرئاسية بطريقة محصنة بحسب هذه الأوسط النائب غسان سكاف كان من أول مطلقي صوت العمل للتوافق على اسم مرشح موحد للمعارضة وتحديداً من معراب التي زارها الأسبوع الماضي وللمفارقة أن القوات التي تبنت ترشيح معوض سبق وتكلمت عن الخطباء في الملف الرئاسي ويبدو أن وقتها حان بحسب البعض يكشف سكاف للأو تيفي عن تطورات جديدة ستحصل وعن احتمال اتفاق جديد على اسم يتفق عليه الجميع وأن الهدف ليس إيصال هذا الاسم أو ذاك بل تحريك الملف الرئاسي وأتمام لاستحقاق الديمقراطي الدستوري ومن الولايات المتحدة الأمريكية التي يزورها مع نواب آخرين أكد سكاف القيام بكل اتصالات لازمة والتواصل قائم مع كل الأفريقاء كما دائماً لبلورة نتيجة معينة والذهاب لإتمام الانتخابات الرئاسية سريعاً الكتائب التي يزور رئيسها سامي لجمي الباريس انطلقت مصادرها من أنها واقعياً تعرف أن حظوظها معوض صعبة ولذلك شددت على نقاش جدي والتعاطي بمسؤولية للاتفاق على برنامج الرئيس وتحديداً في نقاط استراتيجية تنتظر الإجابة عنها من دون الدخول بالأسماء ولكن بطروحات جدية وتعيد المصادر الكتائبية تشديد على موقفها أن فرنجي غير وارد أبداً عندها وتقوم بما يلزم ديبلوماسياً وفي مجلس النواب لقطع الطريق على هذا الموضوع على ضفة اللقاء الديمقراطي يعاد إلى الموقف الأساسي وهو التواصل مع الجميع والتوافق من دون أي تحدي وتشير المصادر إلى أن الاشتراكية تواصل مع كل الشركاء ويدعو إلى التوافق من ضمن سلة أسماء فيها شبل مولاد، صلاح حنين، ميري حاني، جهاد أزعور، جزافعون وتؤكد مصادر لقاء الديمقراطي أن القصة ليست قصة اسم، بل احترام خيار أكثرية المجلس النيابي بدوره لإعتدال الوطني يعتبر أن لا عمل جدي حتى الآن وينتظر الطرح والتواصل فيبنى على الشيء مقتضاه أتقول أوصاته، شايفين انفراجة إقلمية بالوقت اللي داخلياً عم تتعقد أما نواب التغيير، فأيضاً الصورة غير مكتملة ولا توافق تام بينهم ولو أن مصادر تكتل نواب قوى التغيير تنفي هذا الأمر وتؤكد عبر الـ OTV أن كل ما يحصل اليوم هو كلام في الإعلام ولا تواصل بين النواب الرافدين الفرنجي من هذه المجموعة وتذهب أبعد بوصف الواقع بحفلة مزايدات على مستوى الإعلام ولا عمل جدي بهذا الاتجاه، فالمشهد على حاله من خمسة أشهر وتعيد التفكير بالأسماء التي طرحتها سابقاً ولم تقابل بجدية من من يدع اليوم أنه بصدد التفتيش عن التوافق وهم كريم البطار، نصيف حتى زياد بارود، صلاح حنين لتختم مصادر نواب قوى التغيير بالقول لو أرادت الأحزاب الكبيرة مقاربة الموضوع بجدية لكانت تواصلت معنا كمجموعة تنطلق من ثابتة أن الحل المثالي يكون بالحوار تحت قبة البرلمان وفي لبنانة الاستحقاق إذ يبدو عند البعض أن لا سعي للعمل على المستوى الداخلي القوات اللبنانية التي رفعت لواء معوض أكدت مصادرها أنها لم تبدل الموقف فهي لا يمكن أن تنتقل إلى أي ترشيح آخر يتمتع بصفتي السيادة والإصلاح كما معوض إلا بحالة أن يكون المرشح الجديد قادر على نيل أصوات أكثر من معوض فمثلا إذا نال الأخير 49 صوتا يكون الاسم الجديد قادرا على تأمين 65 صوتا فليست مسألة تبديل مرشحين وتغييرهم تؤكد المصادر القواتية التي تقول أنها متمسكة بمعوض مع علمها بعدم قدرته على إيصاله وتضيف بس أنه كمان مع مقدر يوصل سلمين فرنجية المعادلة واضحة وعلى وقع كل هذه المستجدات الرئاسية ينتظر التيار الوطني الحر وهو عنصر أساسي بهذا الملف ما ستقول إليه اتصالات من رشح معوض سابقا ويعيش التناقض اليوم والتيار الذي وضع ورق للأولويات الرئاسية واضحة المعالم والنقاط للوصول إلى حل والرافض في أن لفرنجية تنتظره أيضا المعارضة لتسير بخطوات صحيحة نحو التوافق إذا بالفعل لديه هذه نية يقول متابعون فيما أشارت مصادر القوات إلى أن التيار إذا وافق على ترشيح أحد الشخصيات التوافقية المطروحة وكان هذا التقاطع غير المباشر معه فأهلا وسهلا